طالما شكلت قضية اللاجئين عنصرا محوريا في مسألة الصراع مع إسرائيل وملفا دسما على طاولة المفاوضات هذا الملف لم يغب عن لقاءات المفاوضات الأخيرة فوفقا لتسريبات إعلامية طرح خيار إعادة 150 ألف لاجئ فلسطيني من لبنان تحديدا إلى أراضي الدولة الفلسطينية السفير الفلسطيني السابق في لبنان عبدالله عبدالله وفي لقاء خاص مع الـ LBCI لم ينفي هذه المعلومات كل قضايا الوضع النهائي موجودة على الطاولة من بينها حق العودة واللاجئين الفلسطينيين منذ مؤتمر كام نيفد في العام 2000 كان موقف الرئيس السعرفات في حينه نبدأ باللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفيما تنشطوا اللقاءات السرية خلف الكواليس لدعم خيار تمديد المفاوضات التي تنتهي مدتها نهاية الشهر الجاري تنشط معها أيضا الكثير من الاقتراحات لعل أبرزها الحديث عن موافقة إسرائيلية على عودة 5000 لاجئ فلسطيني من لبنان إلى ديارهم الأصلية مقابل الإفراج عن الجاسوس جوناثان بولارد الذي تم اعتقاله بتهمة التجسس لصالح إسرائيل عام 1987 ويقضي الآن حكما بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية ملف اللاجئين وحقهم في العودة أخطر ملف وما طرح في أفكار كيري لا يتضمن عودة لاجئ واحد إلى أراضي فلسطيني التاريخية إلى أراضي 48 يشار إلى أنه في مخيمات لبنان وحدها يوجد أكثر من 400 ألف لاجئ فلسطيني وفقا لإحصائيات رسمية فيما ينتشر نحو 6 ملايين لاجئ في مختلف أرجاء المعمورة لطالما كان ملف اللاجئين الملف الأعقد على طاولة المفاوضات تاريخيا فهل سيكون هذه المرة العنصر الأهم في تمديد أو ربما إنجاح المفاوضات وحدها الأيام كفيلة للإجابة عن ذلك للأل بي سي آي فارس المالكي من الأراضي الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر